أولا يجب على المرأة أن تعرف أن الحيض في اللغة السيلان لأن هذا المعنى له تأثير معنى في بعض الأحكام كما سيأتي بيانه بإذن الله سبحانه وتعالى يقال حاض الوادي أي سال الوادي فأساس كلمة الحيض من السيلان وعليه فالمرأة إذا نزل منها دفعة دم فقد حاضت لأن سال منها الدم أما الأشياء اليسيرة والنقاط الخفيفة فقبل دفعة الدم الأولى والتي يعني تكون بعيدة عن دفعة الدم الأولى فهذه لا تسمى حيضا لأنها لا يوجد فيها معنى السيلان الموجود فنستفيد من هذا أن الحيض في اللغة السيلان وطبعا الحيض هو دم طبيعة وجبلة يأتي للمرأة إذا بلغته علامة من علامات البلوغ يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة ولكي نعتبر الخارج من المرأة دم حيض لابد له من شروط يبقى الدم اللي خارج من المرأة لكي نعتبره دم حيض لابد له من شروط وإلا يكون دم آخر غير دم الحيض ليس له أحكام دم الحيض طب الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الدم لكي نعتبره دم حيض كونه خرج من رحم المرأة فالخارج من الضبر ليس بحيض وأن لا يكون بسبب الولادة فالخارج بسبب الولادة لا يسمى دم حيض وإنما يسمى دم نفاس كما هو معلوم لكن أحكام دماء النفاس من حيث المنع من الصلاة ومن حيث المنع من الوطء والصيام كدم الحيض تماما أن يتقدم الحيض فترة طهر وقد اختلف الفقهاء في فترة الطهر التي يعقوبها الحيض يعني لازم المرأة جاءتها فترة طهر ثم تحيط بعد فترة الطهر عند الجمهور الفقهاء فترة الطهر 15 يوم ويرى الحنابل أنها 13 يوم قالوا يعني هي أقل مدة فاصلة بين الحيضتين أقل مدة فاصلة بين الحيضتين وأن لا ينقص الدم عن أقل الحيض وقد اختلف الفقهاء في تحديد أقل الحيض على أقوال أرجحها أنها يوم وليلة طب دي بتفيد معانا في مسائل كثيرة جدا يبقى لازم بيكون بين الحيضتين فترة حيض يبقى نستفيد من ذلك أن المرأة إذا جاءها دم انقطع عنها الدم فترة يسيرة في أثناء الحيض ثم عاد مرة أخرى ففي هذه الحالة إذا كانت الفترة يسيرة وأقل من يوم بليلة فلا تكون المرأة في هذه الحالة قد طهرت وإنما لكي نعتبرها طهرت ينبغي أن طهرت من الحيض يعني ينبغي أن يمر عليها على علامة الطهر وهو الجفاف أو رؤية القصة البيضاء كما سنوضحه بإذن الله سبحانه وتعالى أن يمر على ذلك يوم وليلة على الأقل فمن هنا بنعتبر عشان المرأة نعتبرها حائض أن يكون في فترة بين الحيضتين معتبرة أن يكون الدم الخارج في أوان الحيض وأوانه هو تسع سنين عند كثير من آل العلم فمتى خرج الدم قبل ذلك فهو دم فساد لأنه لا يعلم أن امرأة حاضت قبل تسع سنين أو بلغت قبل تسع سنين فإذا زار الدم قبل تسع سنين فعند جماهير العلماء يكون هذا الدم دم فساد وليس دم حيض وإنما يكون دم حيض من بعد تسع سنين فأكثر والله تعالى أعلم كذلك اختلف الفقهاء في تحديد سن الإياس يبقى بداية سن الحيض من تسع سنوات عند أكثر العلماء وتحديد سن الإياس يعني انقطاع الحيض من المرأة على أقوال عديدة أرجحها أنه لا حد لسن الإياس فمتى وجدت المرأة الحيض ثبت حكمه لأن الحيض له مواصفات وله أشياء يعرف بها سواء من حيث لزوجة الدم أو من حيث لون الدم أو من حيث رائحة الدم فمتى وجدت المرأة الحيض ثبت حكمه ومتى لم يوجد ذلك ففي هذه الحالة تكون المرأة غير حائط فلا يثبت الإياس من قطاع الدم مطلقا من المرأة ولا يوجد تريل على تحديد طالما الدم الحيض بينزل حتى لو بلغت المرأة خمسين سنة طالما دم الحيض أو أكثر طالما دم الحيض بينزل فهي تعتبر بطحيد إلى أن ينقطع بالكلية فالعبرة بنزول الدم من عدمه على الراجح من أخوال العلماء وفي الغالب إذا بلغت المرأة خمسين بيكون في الغالب تستعد للإياس لكن أحببنا أن نبين أن الحكم مرتبط بالعلامة الشرعية وهي نزول الدم والله تعالى أعلم طب أن لا يزيد الدم عن أكثر الحيض كما فذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا حد لأكثر الحيض وذهب بعضهم إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما العبرة والراجح بنوجود الدم من عدمه وفيه فرق من دم الاستحاضة وبن دم الحيض دم الاستحاضة هو عبارة عن دم عرق زي الدم الإنسان لو جرح ينزل منه دم دم عرق أصله سائل فإذا نزل يتجمد دم الاستحاضة كذلك زي الدماء العروق العادية أصله سائل فإذا نزل وخرج يتجلط ويتجمد أما دم الحيض فأساسه أنه متجلط بالأساس في المرأة وفي رحم المرأة وإذا آن أوان الحيض يحدث ارتخاء في الرحم على جدار الرحم فينزل الدم المتماسك على جدار الرحم يبتدي يسيل فكان متجلطا ثم يسيل فدم الحيض له أوصاف نستطيع أن نميزه بها أو نميزه عن الدم الاستحاضة إذا كانت المرأة مريضة وينزل منها دم غير دم الحيض فأرجح الأقوال أن دم الحيض يعرف بأوصافه وأن أكثر في الفترة دم الحيض مختلف فيها بين العلماء والعبرة بوجود الدم من عدمه ودم الحيض له خصائص من حيث اللون والرائحة من حيث اللون والرائحة وقد اتفق الفقهاء على أن دم الحيض هو اللون الأحمر هذا هو الأصل في لونه إلا أنه قد يغلب عليه السواد فيصير أسودا وقد يغلب عليه الصفرة أو الكدرة ويتميز دم الحيض بأنه غليظ يعني سيولته والزكته ليست كسيولة الدم العادي أو كدم الاستحاضة لكنه غليظ كريه الرائحة لكن قد يتغير على حسب اختلاف الطبيعة والبيئة وصحة المرأة فقد تختلف هذه الأحكام إذا كانت الفتاة ضعيفة أو ما شابه سيما مع بداية البلوغ فهذا هي أهم الأوصاف المعتبرة في مسألة أننا نعرف أن هذا دم حيض أم لا إحنا هنا دلوقتي في مرحلة التأصيل ونذكر بإذن الله سبحانه وتعالى أهم المسائل اللي ممكن تتعرض لها المرأة فيما يتعلق بدم الحيض إذن تحدثنا عن أهم الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الدم لكي يعتبر دم حيض وكذلك العبرة في كون المرأة حائضا أو طهرت من الحيض بوجود الدم فطالما أن الدم موجود ولهم وصفات دم الحيض التي أشرت إليها فهي حائض ومتى انقطعها فقد طهرت من الحيض والطهر يكون بأمرين لا ثالثة لهم طهر المرأة بالحيض بأمرين لا ثالثة لهم إما بالجفاف وإما برؤية القصة البيضاء وهي ماء خفيف يخرج في نهاية الحيض يبقى إما أن ترى المرأة القصة البيضاء فيكون هذا من عادتها فعند إذن تنتظر إلى أن ترى القصة البيضاء حتى لو كان الدم يتقطع وينزل سفرة خفيفة بسيطة فلا عبرة بذلك إلى أن ترى القصة البيضاء أو تعتبر معذرة بذلك تعتبر أنها حائض إلى أن ترى القصة البيضاء طب التي لا ترى القصة البيضاء تطهر بالجفاف تطهر بالجفاف بمعنى أن الدم ينقطع بلي الكلية وبحيث أنها إذا وضعت في المحل كرصف أو قطنة أو ما شابه لا تجد أصلاً للدماء في نهاية الحيض أو بعد انتهاء الحيض لأن المحل قد جفة فإما بالجفاف وإما برؤية القصة البيضاء من أهم الأمور اللي ينبغي على المرأة أن تميزها معرفة متى يبدأ الحيض ومتى ينتقى الحيض لأن في صلاة هتمتنع عنها أو يجب أن تصليها إذا بدأ الحيض يجب أن تمتنع عن الصلاة إذا انتهى الحيض يجب أن تصلي فيجب أن ضبط المرأة ذلك وأبواب الحيض من أشكل الأبواب في الفقه لأن الحيض فيه مشاكل كثيرة إلى درجة أن بعض العلماء قال بأن تكاد كل مرأة تحتاج إلى فتوى مخصوصة وهو من أشكل الأبواب في الفقه لأن النساء يختلفن اختلافا كبيرا في مسألة بدء الحيض وانتهاء الحيض لأن الحيض مرتبطة كذلك بالحالة النفسية للمرأة وقد تؤثر الحالة النفسية على الحيض وعلى اضطراب الهرمونات واضطراب دم الحيض ولذلك المرأة في أثناء نزول دم الحيض قد تضطرق بعض الشيء ويكون عندها تأثر من النحية النفسية ولذلك يراعى ذلك في معاملة المرأة أثناء نزول دم الحيض عليها